السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاج اليهود المسلمين وقالوا نحن أولى بالله منكم وأقرب إلى الله منكم ونحن على حق وأنتم على باطل فجاء الرد الإلهي من فوق سبع سماوات قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون والحقيقة أنه أمر في غاية العجب ولم يكتفي أهل الكتاب بذلك فجادلوا في رسل الله وقالوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على دين اليهود والنصارى فجاء الرد الإلهي من فوق سبع سماوات وقال أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون عجبا لكم يا أهل الكتاب ألم يكفيكم جدالكم في الله عز وجل والآن ها أنتم تجادلون في رسل الله وتقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام وإسحاق عليه الصلاة والسلام ويعقوب عليه الصلاة والسلام والأسباط عليهم جميعا الصلاة والسلام كانوا على دين اليهود والنصارى وهذا والله كذب وافتراء ولا يقبله العقل ولا المنطق فهؤلاء الأنبياء الكرام جميعا عليهم الصلاة والسلام قد بعثوا وماتوا قبل نزول الطورات والإنجيل قل لهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أأنتم أعلموا بدينهم أم الله تعالى هل عندكم من دليل في الطورات والإنجيل على دعواكم أعصرتم هؤلاء الأنبياء كلا أما نحن المسلمون فقد أخبرنا الله عز وجل في القرآن الكريم بأن جميع هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام كانوا حنفاء مسلمين والحقيقة أنكم يا أهل الكتاب تعلمون علم اليقين أن هؤلاء الأنبياء الكرام جميعا ما كانوا هودا ولا نصارى ولكنكم يا أهل الكتاب كتمتم الشهادة ومن أظلم عند الله ممن كتم الشهادة لا أحد أظلم ممن كتم الشهادة بل وكلتم الباطل وافتريتم على الله عز وجل وما الله بغافل عن شيء من أعمالكم بل هو محسن لها ومجازيكم عليها وخلونا نقرب المسألة شوية للذهن أغنى رجل في التاريخ هو الإمبراطور المالي منسى موسى ده كان في القرن الأربعة عشر قدرت ثروته بحوالي ربعمية مليار دولار ونفرد أن شخص الآن جاء وقال أنه من ذرية منسى موسى ويطالب بحقه الشرعي في الميراث ماذا سوف تطلب منه المحكمة؟ سوف تطلب منه الدليل والبرهان على صدق كلامه فإما أن يحضر شهادة ميلاد تثبت صدق نسبه أو يحضر منسى موسى بنفسه ليشهد له فالبينه على من ادعى واليمين على من أنقر فهل عند أهل الكتاب بينه ودليل عقلي أو نقلي من الطورات والإنجيل يثبت صدق كلامهم؟ كلا بل هو مجرد افتراء والدعاء فارغ لا بين ولا دليل على صحته ويبدو أن الإعوجاج هو دأب اليهود والنصارى وما اعتدلوا يوما فضعوا وضلوا وأضلوا غيرهم ومن ضل عن الحق يشرط بعيدا ولا يكتفي بنفسه بل يسعى ليضل غيره أم تقولون إن إبراهيم وإسمايل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى والأسباط هم ذرية سيدنا يعقوب من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام كعادتهم لم يتفق اليهود والنصارى في دعواهم فزعم اليهود أن هؤلاء الأنبياء الكرام كانوا هودا وزعم النصارى أن هؤلاء الأنبياء الكرام كانوا نصارى قل أأنتم أعلم أم الله من أكثر علما أنتم يا أهل الكتاب أم الله يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهذا هو دليلنا على أن هؤلاء الأنبياء الكرام كانوا حنفاء مسلمين ولكن إسلام هؤلاء الأنبياء يختلف عن إسلامنا إسلام هؤلاء الأنبياء كان كمنهاج عام وطريقة للحياة بمعنى الاستسلام والخضوع التام لله عز وجل ولكل نبي منهم شريعة ومنهاجة تختلف حسب الزمان والمكان أما نحن كمسلمون فشريعتنا هي الإسلام ورسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم وكتابنا هو الكرآن الكريم أأنتم أعلم أم الله؟ لا تنتظر إجابة على هذا السؤال فالجميع يعلموا الإجابة الله أعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ومن جادل في الدين بغير حق قل أأنتم أعلم أم الله؟ وكما أنه من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم فإنه من أسوأ التكلف أن تقول لما لا تعلم أنك تعلم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ولماذا يكتمون الشهادة؟ طمعا في سلطان أو طمعا في مال أمرنا الله عز وجل بأداء الشهادة وقال لنا وأقيم الشهادة لله ونهان الرسول صلى الله عليه وسلم عن شهادة الزور ثلاثا كما أن أهل الكتاب كتموا الشهادة المبشرة بمحمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور بإسمه وصفته وخاتم النبوة الذي بين كتفيه في التوراة والإنجيل قال عبد الله بن سلام وكان أحد أحبار اليهود ومن أعلمهم بالتوراة قال لعمر بن الخطاب والله يا عمر لقد أعرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي بمحمد أشد ونهان الله عز وجل عن كتم الشهادة وقال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وما الله بغافل عما تعملون بل يخصي لهم أعمالهم ويجازيهم عليها وما الله بغافل عما تعملون بل هو المحيط العليم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون جزاكم الله خيرا